السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مرحبا بكم في درس جديد آخر من دروس المستوى الثالث هذه الحصة سنخصصها للظواهر اللغوية على بركة الله لن ألاحظ وأكتشف أغرس البذورة في الحقل أغرس البذورة في الحقل لاحظ الكريمة المكتوبة باللون الأحمر أغرس في نظركم ما نعو هذه الكلمة؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ نعم إنها فعل جيد نعرف جميعا من خلال الدروس السابقة بأن الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف الكلمة اسم وفعل وحرف جيد الآن نحض كلمة أغرس قلنا بأنها فعل إذن هذه الجملة التي تبتدئ بالفعل ماذا تسمى؟ دم كل جملة تبتدئ بالفعل ماذا تسمى؟ نعم إنها تسمى جملة فعلية ممتاز جملة فعلية إذن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بالفعل ممتاز ننتقل الآن للمرحلة الموالية لاحظوا كلمة أغرس أو فعل أغرس في نظركم هل هذا الفعل يشير إلى زمان الآن؟ أم قبل الآن؟ إلى أي زمان يشير هذا الفعل؟ هل هو الزمن قبل الآن؟ يعني الماضي؟ أم الحاضر الآن؟ فكروا جيداً متى أغرس البذورة في الحقل؟ هل قبل الآن؟ أم الآن؟ نعم إني أغرس البذورة الآن إذن هذا الفعل أغرس يدل على الحاضر يدل على الآن أو الحاضر أو ما نسميه كذلك بالمضارع لن يقع في الزمان الحاضر هذا الفعل يقع الآن في الزمان الحاضر وما نسميه بالمضارع أغرس البذورة في الحقل يقع في الزمان الحاضر أو المضارع لاحظوا هذه الجمل نغرس البذورة في الحقل يغرس البذورة في الحقل تغرس البذورة في الحقل لاحظوا هذه الجمل كلها تبدأ بأفعال أغرس، نغرس، يغرس، تغرس هذه الأفعال في نظركم ما هو زمن وقوعها؟ نعم إنها تقع الآن متى أغرس البذور؟ الآن أو ما نسميه بزمن الحاضر أو المضارع لاحظوا متى أغرس البذور؟ الآن متى نغرس البذور؟ الآن متى يغرس البذور؟ الآن ومتى تغرس البذور؟ الآن كلها تشير إلى زمن الحاضر أو زمن المضارع أو الآن ننتقل الآن إلى الاستنتاج من خلال ما سبق نستنتج ومن خلال هذه الجمل مثلا نستنتج لأن يعمل الحداد في الورصة تحمل الغيمة الريحة للفلاح وحافظ على الماء لاحظ بأن هذه الجمل كلها تبدأ بأفعال يعمل تحمل وحافظ إذن مانعوها نعم إنها جمل فعلية الجمل مبدوعة بأفعال تسمى جمل فعلية لاحظوا زمانها هل تقع هذه الأفعال الآن أم قبل الآن نعم إنها تقع الآن إذن زمن حدوث كل فعل هو الآن أو الحاضر أو ما نسميه بالمضارع ننتقل الآن إلى تطبيقات لهذا الدرس مع التمر الأول أصل بخط الجملة الأولى يحمل الراعي في يده عصا حارة الفلاح الأرض أنظف يدي بالماء والصابون رافقت الريح الغيمة تنتظر الصزارة الربيع لنسى نحدد الأفعال التي زمن وقوعها الآن زمن وقوع الفعل الآن إذن لاحظوا الجمل ولاحظوا الأفعال كذلك الجملة الأولى نبحث عن الفعل إنه يحمل الجملة الثانية ابحثوا عن الفعل حارث ثم الجملة الثالثة أنظف الجملة الرابعة رافقت والجملة الأخيرة تنتظر لننتبهوا جيدا وابحثوا عن زمن وقوع الفعل إن كان الآن سأصل الجملة بالبطاقة وإن كان قبل الآن أتركها نمر للتصحيح الجملة الأولى يحمل الراعي في يده عصا قلنا بأن الفعل هو يحمل هذا الفعل يدل على أن زمن وقوعه هو الآن لن أصل بخط حالة الفلاح الأرض حالة فعل وقع قبل الآن أنظف يدي بالماء والصابون متى؟ الآن لن أصل هذه الجملة بالبطاقة رافقت الريح الغيمة هذا في الماضي قبل الآن تنتظر الشجرة الربيع متى؟ الآن لن جيد شكرا على حسن انتباهكم لنا موعد في درس لاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر